يرى الصائم من الفرحة عند الإفطار وعند لقاء الله ما يرى يفرح بلقاء الرب ولقاء الرب عظيم وهو ينزل الملائكة على المؤمنين عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن معكم كنا معكم في الدنيا حفظوا وكتبوا وننزل عليكم بالنصر والتأييد ونثبت المؤمنين فثبتوا يثبتون الذين آمنوا ونحن معكم في الآخرة أيضا في القبر يؤنسونه وكذلك في ذلك المقام يوم يقوم الناس لرب العالمين وعندما يدخلون الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوا يا خالدين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب هذه الفرحة للصائم عند الفطر وعند لقاء الرب وكذلك فهو يفرح لأنه يجد من ألوان الثواب وعظم الأجر ما يجد وعظم الأجر ما يجد لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد ذهب كثير من المفسرين إلى تفسير الصابرين بالصائمين لأن الصيام يجتمع فيه صبر لله صبر على طاعته وصبر عن معصيته الصبر على الطاعة هذا الإمساك بالنية وهذه العبادات التي يقوم بها الصوام من الذكر والدعاء والصلاة والتفكر والتدبر وإطعام الطعام والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك وأيضاً صبر عن المعصية فلا يمكن الواحد أن يفطر في نهار رمضان كيف وقد عرف بأن هناك ناس رآهم النبي عليه الصلاة والسلام علقوا من عراقيبهم تسيل أشداقهم دماً لأنهم كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم